الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تعدثنا سابقا في علوم الحديث عن السنة وأهميتها في التشريع الإسلامي وقلنا أن السنة لها أهمية كبيرة وتظهر هذه الأهمية في بعض الأمور منها أن السنة توضح مشكل القرآن الكريم وأيضا تفصل العام في القرآن الكريم أو تفصل المجمل في القرآن الكريم وتخصص العام وتؤكد على ما في القرآن الكريم وأنها استقلت بأمور وبأحكام لم ترد في القرآن الكريم اليوم نتحدث عن تقسيم الخبر باعتبار طرقه الخبر وهو الحديث وباعتبار طرقه أي باعتبار عدد الرواه قبل أن نتعرف على أقسام الحديث لابد أن نعرف معنى المتن والسند ما هو السند وما هو المتن السند هو الطريق الموصل إلى المتن أو هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن وسنأخذ مثالا الآن حتى نفهم ما معنى هذا الكلام لكن نأخذ المتن المتن هو منتهى إليه السند من الكلام أو هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني نأخذ مثالا حتى نفهم يقول إمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا اسماعيل ابن جعفر حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أين السند أين المتن قلنا أن السند هو الطريق الموصل إلى المتن أو هو سلسلة الرجال الموصل إلى المتن إذن هذا هو السند حدثنا قتيبة هؤلاء هم الرواه ابن سعيد كذا كذا حتى نصل إلى قال أو إلى نص أو إلى ألفاظ الحديث يعني كل هؤلاء يسموا سند وسموا سندا لأن كل منهم يسند الحديث إلى مصدره فقتيبة أو الإمام البخاري رحمه الله أسنده إلى قتيبة رضي الله عنه جميعا وقتيبة أسنده إلى إسماعيل ابن جعفر وإسماعيل ابن جعفر أسنده إلى أبو سهيل وأبو سهيل عن أبيه وأبيه عن عائشة وعائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم السند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن والمتن هو من تهى إليه السند من الكلام انتهى السند هنا إذن من أول قول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر هذا هو المتن هذا هو فالمتن هو من تهى إليه السند من الكلام أو هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني هذا هو الفرق بين السند والمتن فالسند هم سلسلة الرجال والمتن هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني قلنا السند سمي سنداً لأن كل منهم يسند الحديث إلى مصدره أقسام الخبر باعتبار طرقه الخبر قلنا بمعنى أو معناه أيضاً الحديث الحديث ينقسم باعتبار أرقه أو باعتبار عدد رواته إلى قسمين متواتر وأحد والمتواتر ينقسم إلى قسمين متواتر اللفظي ومتواتر معنوي والأحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام مشهور وعزيز والغريب ما هو الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر لغة التواتر لغة التتابع يعني نقول جاء الطلاب متواترين أي متتابعين بعضهم خلف بعض فالتواتر لغة التتابع والحديث المتواتر والحديث المتواتر في الاصطلاح ما رواه عدد كبير ما رواه عدد كبير في كل طبقة يستحيل عقلاً تواطؤهم على الكذب أو حدوثه منهم اتفاقاً وكان مسند اتفاقهم الحس ما رواه عدد كبير؟ إذن التواتر لابد فيه من العدد الكبير في كل طبقة مثلاً نقول الصحابة طبقة التابعين طبقة تابع التابعين طبقة في كل طبقة من رواة الحديث لابد أن يكون العدد كبير أو نقول مثلاً أن كبار الصحابة طبقة والذين بعدهم طبقة المهم في كل طبقة من طبقات الحديث يشترط حتى يكون الحديث متواتراً يشترط أن يكون العدد كبير في كل طبقة من طبقاته يستحيل عقلاً تواطؤهم على الكذب لكثرتهم والاختلاف الأزمنة الذين عاشوا فيها يستحيل عقلاً والعقل لا يصدق أن هؤلاء قد تواطئوا أو قد اتفقوا على الكذب واختلاق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسند اتفاقهم الحس يعني كان اتفاقهم هذا عن طريق الحس بأن يقول أحدهم أخبرنا كما في هذا الحديث أخبرنا أو سمعنا أو حدثنا أو رأينا فها اتفاقهم هذا لابد أن يكون عن طريق الحس هذا هو تعريف الحديث المتواتر ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نستخرج شروط الحديث المتواتر من خلال هذا التعريف الذي أمامنا نستطيع أن نستخرج ما هي الشروط التي ينبغي توافرها حتى يكون الحديث متواترا أولها أول هذه الشروط ما رواه عدد كبير لو كتبنا هنا شروط التواتر أو شروط الحديث المتواتر ما رواه عدد كبير إذن في كل طبقة إذن الشرط الأول أن يرويه عدد كبير في والثاني الشرط الثاني هذا الأول وهذا الثاني أن تكون الكثرة يعني كثرة العدد في كل طبقة بمعنى أنه لو كان العدد في طبقة الصحابة كثير وفي طبقة التي تليها أو التي تليها ليس كثيرا هذا لا يعتبر متواترا بل لا بد أن تكون الكثرة كثرة العدد في كل طبقة من الطبقات إذن الشرط الأول أن يرويه عدد كبير الشرط الثاني أن تكون الكثرة في كل طبقة من طبقات الحديث الشرط الثالث من خلال الحديث أيضا أن يستحيل أن يستحيل عقلا طبقات تواطئهم على الكذب أو حدوثهم منهم اتفاقا قلنا لكثرتهم والاختلاف الأزمنة الذين عاشوا فيها يستحيل العقل لا يصدق أن كل هؤلاء هذا العدد الكبير الذي عاش في أزمنة مختلفة قد اتفقوا على الكذب والشرط الأخير الشرط الرابع أن يكون مسند اتفاقهم الحس بأن قلنا بأن يقول أحدهم أخبرنا أو سمعنا أو رأينا هذه شروط الحديث المتواتر إذن الحديث المتواتر وما رواه عدد كبير في كل طبقة يستحيل عقلا تواطئهم على الكذب أو حدوثه منهم اتفاقا وكان مسند اتفاقهم الحس شروطه الشرط الأول أن يرويه عدد كبير الشرط الثاني أن تكون الكثرة في كل طبقة من طبقاته شرط الثالث أن يستحيل عقلا تواطئهم على الكذب والشرط الرابع أن يكون مسند اتفاقهم الحس لابد من اجتماع هذه الشروط معا حتى يكون الحديث متواترا فإن فقد شرطا من هذه الشروط لا يعتبر الحديث متواترا إذن عرفنا السند وقلنا أن السند هو الطريق الموصل إلى المتن أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن وقلنا لماذا سموا سندا لأن لأن كلا منهم يسند الحديث إلى من إلى مصدره فهذا أخذه من هذا وهذا سمعه من هذا وهذا من هذا حتى يصل إلى المتن وهو الفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني أو قلنا المتن هو منتهى إليه السند من الكلام إذن السند سلسلة الرجال الموصلة للمتن المتن هو منتهى إليه السند من الكلام يعني عندما ينتهي السند عندما تنتهي سلسلة الرجال يبدأ المتن قلنا أن الحديث باعتبار طرقه أي باعتبار عدد الروا ينقسم إلى متواتر وأحد المتواتر هو لغة التتابع واصطلاحا ما رواه عدد كبير في كل طبقة يستحيل عقلا تواطؤهم على الكذب أو حدوثه منهم اتفاق ويكون مسند اتفاقهم الحس قلنا شروط الحديث المتواتر أربعة أن يروي عدد كبير أن تكون الكثرة في كل طبقة أن يستحيل عقلا تواطؤهم على الكذب أن يكون مسند اتفاقهم الحس الحس القادمة إن شاء الله والدرس القادم نتكلم عن أقسام المتواتر اللفظ والمعنوي وأقسام الأحد المشهور والعزيز والغريب وأقول قولي هذا وستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته